السلام عليكم كيف الحال؟ بهذا الفيديو بدي أحكي لكم عن أسرار الرجل الشرقي طبعا هاي الأسرار بتخص جميع الرجال سواء شرقي أو غربي لكن بتكون موجودة عند الرجل الشرقي بشكل أكبر بسبب الصورة النمطية اللي حطها المجتمع العربي للرجل وكمان بسبب التربية اللي تعرض لها الرجل الشرقي من لما كان طفل صغير فبالتالي بتلاقي هاي الأسرار والأشياء موجودة عند الرجل الشرقي أكثر بكثير من الرجل الغربي عشان هيك خلينا نبلش بأول سر أول سر واللي هو صعوبة التعبير عن المشاعر بحيث الرجل الشرقي من هو وصغير كان عنده صعوبة كثير كبيرة بالتعبير عن هاي المشاعر وهذا الإشي برجع لأنه لما كان يجي يعبر عن مشاعر الاشتياق أو الحب أو الحزن كان الآخرين يقلل من قيمة هاي المشاعر وممكن كمان يتعرض للتنمر لما كان يعبر عن هاي المشاعر يعني على سبيل المثال لما كان الرجل الشرقي من هو وصغير يعبر عن حبه لأمه أو لأخته أو لأحد الأفراد اللي حواليه مثل يجي يحكي لأمه والله يا ماما أنا بحبك أو يا أمي أنا كثير بحبك فبدل تلاقي إنه الآخرين مثل الأقارب الأكبر منه إيه حبيب الماما دلوع الماما وما إلى آخره فبالتالي الرجل أو الطفل منهو صغير لما يجي يعبر عن هاي المشاعر بفكر إنه هذا الإشي غلط أو إذا راح يعبر عن هاي المشاعر راح يتعرض للتنمر فبالتالي هو راح يخفي هاي المشاعر ويبطل يعبر عنها وهذا الإشي مع الأسف الشديد بيستمر معاه لحد ما يكبر وممكن كمان مع الأسف الشديد يسبب له كثير من المشاكل معه ومع شريكته بالحياة لأنه ممكن شريكته بالحياة تحكي إنه إنت ما بتعبر عن مشاعرك أنا مش عارفة قيمة نفسي بالنسبة لإلك عاد بتلاقي إنه الرجل هو يعبر عن مشاعره لكن بطرق أخرى غير الكلام بحيث إنه هو ممكن يجيب لها هدايا يحضنها وما إلى آخره يعني تعبير عن مشاعر بيكون عن طريق الأفعال وليس الكلام الثاني سر واللي هو إنه ممكن الرجل يبكي طبعا الرجل بيبكي لأسباب كثير قوية مش أسباب ضعيفة وعالطالع أو النازلة مثل بعض النساء لأنه بعض النساء ممكن تبكي إذا انكسر إطفارها أو مثلا خسرة شغلة معينة بسيطة بينما الرجل ممكن يبكي من الضغوطات اللي بواجهها خلال حياته أو من الأشياء اللي صعب إنه يعملها خلال فترة حياته يعني على سبيل المثال ممكن الرجل يكون بنفسه شغل معين وقاعد بحرث من الليل لنهار بس عشان يحصلها وبالأخير مثلا ما يحصلها فكل هيك بتلاقي عليه ضغط من زوجته من أمه من أهله من عمله فبالتالي ممكن ينفرد لنفسه يفوت على غرفته أو يطلع بالسيارة ويفرغ هاي المشاعر المكبوطة بداخله في كثير من الرجال بنكروا هذا الموضوع لكن هذا الإشي موجود والرجل اللي ما ببكي لما يوصل لمرحله كثير صعبة أو مرحلة نفسية كثير صعبة ممكن يفرغ الطاقة السلبية بأشياء خاطئة ممكن مثلا لا صمح الله يسرع بالسيارة ويعمل حادثة وما إلى آخره فبالتالي البكاء هي من أحد الوسائل اللي ممكن يعبر فيها الرجل عن الحزن الشديد الموجود فيه عشان هيك حكى النبي صلى الله عليه وسلم لما الشخص يوصل لمرحلة صعبة جدا في حياته ويكون عنده ضغوطات نفسية كثير كبيرة يحكي هذا الحديث اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال وهذا الحديث بدل على أنه الرجال ممكن توصل لمرحلة لأنه تكون مش قادرة تسيطر على مشاعرها ممكن إنها تأذي أو ممكن كمان إنها تبكي وتعيط وما إلى آخره فنصحكم إنكم تقرأوا هذا الحديث وتشوفوا التفسير الصحيح ليلو السر الثالث واللي هو أنه الرجل ممكن يتخطى التعلق بالمرأة بشكل أسرع بكثير من المرأة نفسها يعني على سبيل المثال إذا كان رجل ومرأة في علاقة معينة علاقة عاطفية وانفصلوا عن بعض لأحد الأسباب فبالتالي الرجل فترة التعافي عنده راح تكون أقل بكثير من فترة التعافي تبع المرأة طبعا هذا الموضوع برجع لعدة أسباب واللي هي طبيعة الرجل وطبيعة الهرمونات الموجودة عند الرجل لأنه بتختلف بشكل كبير عن طبيعة أو استجابة الهرمونات تبع المرأة وأنا شرحت عن هذا الموضوع في فيديو لماذا المرأة تتعلق بشكل أكبر بالرجل وممكن تلاقي صعوبات كثير كبيرة في إنهاء العلاقة وإنها تطلع من هاي العلاقة السر الرابع واللي هو أنه الرجل بحب المديح وبحب كمان الغزل مش مثل ما هو متعارف أنه الرجل فقط لازم يمدح ويتغزل في المرأة ويحكي لها أنه قديش أنت حلوة وقديش أنت تصرفاتك جميلة وما إلى آخره لا إحنا كمان منحب أنه المرأة تقدرنا وتمدحنا وتتغزل فينا وتبين لنا قديش أنه إحنا مهمين في حياتها وطبعا هذا الموضوع تم ذكره في كتاب رجال من المريخ والنساء من الزهرة الكاتب حكي في هذا الكتاب قديش هو مهم أنك أنت كامرأة تمدح الرجل وتبيني له قديش هو مهم في حياتك وقديش أنه التصرفات والأعمال اللي قاعد بيعملها إلهقهم كثير عالي هذا الإشي بزيد من حب الرجل لإلك بشكل أكبر ويعني كمان هو بحب هاي الشغلات بشكل عام السر الخامس واللي كثير من النساء بيستغربوا منه واللي هو أنه الرجل بفكر بالجنس بشكل كبير جدا أكثر من ما أنت تتصوري طبعا هذا الإشي طبيعي بالنسبة للرجل أنه يفكر مع مين راح يمارس العلاقة الحمية مين راح تكون مثلا زوجته وحتى بعد ما يتزوج ويمارس العلاقة الجنسية مع زوجته يكون في حيز كبير من دماغه شغال بهذا الموضوع لأنه هاي طبيعة الرجل بشكل عام هو إشي طبيعي ما دام أنه مسيطر على حاله ومش قاعد بيعمل أشياء خاطئة مثل تعدد العلاقات والعلاقات المحرمة ومع الأسف الشديد هذا الموضوع ازداد في آخر السنوات أو في الأجيال الأخيرة ليش؟ لأنه سن الزواج بالنسبة للرجل اتأخر بشكل كبير زمان كان الرجل يتزوج فيه سن الخمسة عشرين سنة بينما الآن قاعد بتزوج ع سن الثلاثين أو حتى الخمسة وثلاثين فبالتالي طول هاي الفترة من حد ما هو يبلغ قاعد بيفكر بالموضوع أنه شو يعني جنس؟ وكيف الشعور تبع الجنس؟ ومع مين أنا راح أمارس هاي العلاقة؟ هل أنا قوي جنسيا أم لا؟ وهذا الإشي مع الأسف الشديد يخلي الرجل يتوجه إلى الأفلام الإباحية عشان يأخذ المعلومات منها ويتثقف منها بشكل أكبر السر السادس واللي هو أنه الرجل بيهتم بالشكل العام وما بيهتم بالتفاصيل بشكل دقيق جدا مثل المرأة يعني على سبيل المثال ممكن المرأة تيجي تطلب من زوجها أنه يحكي لها رأيها عن شكلها فممكن يحكي لها والله إنك بتجنني كثير حلوة كثير طالعين مثلا شعراتك حلوين بينما المرأة بتكون مستنية منه أنه يحكي لها إنه قديش والله هرموشها بجننه لأنه هي حاطة مسكارة أو بعرف شو الإشي اللي بيحطوها على عينيهم أو ممكن تستنى منه أن يحكي لها قديش والله رسمة الشام اللي حطيتها هون ولا هون كثير حلوة فبالتالي الرجل ما بيهتم بالتفاصيل المهم عنده أنه يشوف كثير حلوة أو يشوف أي إشي بالعالم بصورته العامة إلا إذا والله يهتم بالموضوع بشكل كبير فبالتالي هو ساعتها راح يهتم بالتفاصيل هذا لا يعني أنه والله هو مش مهتم فيكي لا مهتم فيكي لكن شايفك بشكل عام جميلة ومش ضروري أنه يدقك في التفاصيل ومش ضروري كمان أنه أنت مثلا تزعل منه لا هو شايفك حلوة وجميلة وبحبك وهيك بكون حكيت لكم عن ست أسرار بخفيها الرجل الشرقي عن الجميع وخصوصا الجنس الآخر فبالتالي إذا فيه إشي أنا ما ذكرته خلال هذا الفيديو ياريت تكتبولي تحت في التعليقات أو إذا فيه عندك تعارض أو نقد بناء كمان اكتب ليها تحت في التعليقات وفي شاشة النهاية رح حط لكم فيديوهات متعلقة بموضوع هذا الفيديو بتمنى إنكم تحضروه عشان تستفيدوا بشكل أكبر وسلام